اشتركوا في القناة محمد عبد المنعم علي معلول محمد هاني كريم فؤاد محمود وحيد في وسط الملعب الارتكاز حمد فتح آليو ديانج عمر السلية في وسط الهجوم حسين الشحات محمد مجد أفشح محمد محمود بير ستاو طاهر محمد طاهر لويس ميكي السوني أحمد عبد القادر ولاعب ناشئ محمد خليفة نصير وفي الهجوم حسام حسن ومحمد شريف ربنا وفاهم يا رب النهاردة يقدر بيتسو مسماني يختار التشكيلة المناسبة في مباراة اليوم وكمان يكون على ديكة البودلاء يعني عدد مميز من اللاعبين يكونوا قادرين على تغيير إقاع المباراة ونتيجة المباراة إذا لم يوفق الأهلي في بداية المباراة وإحراز أي أهداف في مرمى فارقو طيب مزيد من التفاصيل عن كواليس الأهلي ومعسقر الأهلي في الأسكندرية أطير مباشرة إلى الأسكندرية ومقر إقامة فريق النادي الأهلي مع الزميل العزيز محمد داتوفي مرسل لقناة الأهلي مساء الخير يا محمد مساء الخير يا محمد تحاتي ديك ولكل مشاهدي متابعة تريند وقناة النادي الأهلي في كل مكان طيب أنت دلوقتي موجود أمام فندو الإقامة وقبل تحرك الفريق إلى أستاذ الأسكندرية آخر الأخبار والترتيبات واليوم النهاردة كمان كان ماشي بالنسبة لي معسكر الفريق والتشكيل إذا أمكن أن يكون عندك معلومات عنه للتشكيل الأساسي اللي ممكن يبدأ بيها بيتسو موسيماني كان محمد الاستاذات مباراة طبعا يعني اختتم بالأمس يمكن الفريق أدى ميران ظهر أمس على ملع مختارة تيتش المقرر نادي الرئيسي بالجزيرة بعد كالفريق اتحرك في تمام الثلاثة عصرا إلى محافظة الأسكندرية اللي المبيت بها هنا ويعني إقامة معسكر المغلق يستعدان مباراة فارق كل يوم في مباراة الجولة لحدات عشر من الدور المصر الممتاز زي ما أنت ذكرت طبعا يمكن الفريق ما أخدش راحة الفترة اللي فاتت بعد مباراة سانداونز مباشرة حد واثنين كان تدريب وكمان صفر النهار دا للأسكندرية طبعا يمكن كان السماء المميزة للمعسكر هو قصرة الاجتماعات بين الجهاز الفني وعدد كبير من اللاعبين يمكن ظهر من خلال التدريب في أمس وي كمان النهاردة المحاضرات الفنية شكل التشكيل بشكل عام لكن مش حابين نعلن دوت صراحة صراحة يعني غير بعد إعلان الجهاز الفني للفريق التشكيل بشكل رسمي اللي هيخد به المباراة النهاردة يمكن أهم وأبرز الغيابات عن معسكر فريق نادي لأن نهاردة كابتن سال عبد الحفيز مدير القرى بالنادي الأهلي يمكن طبعا المعسكر يعني بيصير على قدم الوساق ومنتهى الالتزام من جميع اللاعبين طبعا الجهاز الفني الموجودين وكمان كابتن محمد الشنوي وكابتن الفريق ولكن طبعا زي ما تعرف محمد وكنت معايش دايما لمعسكرات النادي الأهلي وجود كابتن سيد يعني بيطفل روح جميلة جدا على المعسكر يمكن بنفتقد النهاردة وكمان بنفتقد وجود دكتور أحمد أبو عابلة طبيب الفريق اللي برضو زي ما قلت النهاردة اليوم ابتدى مبكرا في العشرة والنصف صباحا كانت وجبة الإفطار بعد كده تناول الفريق وجبة الغداء فيه السنة والنصف بعد كده كان فيه محاضرة فنية فيه تمام الرابعة والنصف ومن بعدها تناول الفريق وجبة خفيفة يمكن في الأحظات اللي أنا بكالن فيها معاك يا محمد دلوقتي الفريق بيستعد إن شاء الله للتحرك بعض قليل لستادة الإسكندرية يمكن فندق الأقامة نفس فندق الأقامة بيكون فيه فريق فاركو اللي هو زي ما بيقول منافس الأهلي في المباراة اليوم ومضيف النادي الأهلي هنا على استادة الإسكندرية الأجواء داخل المعسكر أكثر من راعي زي ما ذكرت غياب أكثر من لاعب أيمن أشرف لألام في الرجبة ياسر إبراهيم كمان شعر بشد في العدلة الخافية يمكن كلمت مع دكتور أسامة مصطفى طبيب قطيع النشئيني اللي موجود هنا في معسكر الفريق اليوم قال لي إن شاء الله ناسر إبراهيم يكون موجود مع الفريق يعني بحضة أكثر خمس أيام قال لي يمكن بس هيكون خارج مباراة المريخ لكن من بعد مباراة المريخ إن شاء الله يكون تحت أمر الجهاز الفني في أي مباراة قادمة حسب الحاجة الفنية للفريق الأجواء بشكل عام أكثر من رأة نتمنى إن شاء الله نتكلل بالفوز والحصول على ثلاث نقاط طبعا عشان المشوار المحلي والوصول للنقطة 25 والتربع على صدارة الدور العام طبعا زي ما تعرف محمد ما فيش رفاهية الوقت ولا الراحة بنلعب في الدور الممتاز وكمان بلعب في بطولة أفريقيا بشكل متوازئ يعني إن شاء الله يكون كل النتائج النادر أهلي مبشرة وإن شاء الله يحقق موسم يرضي كل طموحات ورغبات جماعي النادر أهلي معاك محمد لفق استفسار طيب محمد أنت موجودين دلوقتي في فندق في وسط الأسكندرية وعى البحر شوف جمهور الآلي موجود النهاردة يعني أجواء الجمهارية عندك في الأسكندرية عاملة إزاي قبل مباراة تفاركو حوالي أقل من ثلاث ساعات بداية يا محمد يمكن في نقطة أخفلتها في البداية هي العوامل الجوية الجو أقصى من رائع في محافظة الأسكندرية ده يخلينا إن شاء الله نتوقع أن نحن نشوف مباراة كبيرة جدا يعني العوامل زي ما نقول العوامل الخارجية المحيطة والمباراة وأولها الجو فالحمد لله الجو النهاردة يعني زي ما نقول الجو شتو معتدل جدا في مدينة الأسكندرية يمكن الفندق ده بالتحديها محمد جمهور النادي الأهلي معتد أنها بتستابع الفريق في أي مباراة يكون موجود فيها في محافظة الأسكندرية فهذا الفندق ولكن فيه تعزيات أمنية كبيرة جدا فحاولين كل الشوارع المحيطة بالفندق ده يمكن حال لوصول بعض جمهور النادي الأهلي يعني بتريد في السنة الأسكندرية لمؤذرة الفريق وإن شاء الله يبقى يعني أحد العوامل المساعدة أن احنا نحصل ثلاث نقاط النهاردة نوصل بها للقمة المحلية إن شاء الله بحثا فيما هو قدم على القمة الإفريقية كمان وتحقيق النجمة الحداثة عشر تمام طيب كابتن سالد الحفيز مش موجود النهاردة توفيه زي ما قلت بسبب طبعا يعني مسحة الكورونا طلعت عنده إيجابية هل فيه إجراء مسحة أخرى خلال الساعات القادمة للحاق بمعسكر الأهلي في مباراة المريخ ولا دكتور أسامة قالك لسه ما فيش أي موقف رسمي بخصوص يعني لحاق الكابتن سيد بلقاء المريخ السوداني يمكن أن محمد تم عادة المسحة الكابتن سيد بالأمس عشان التحقق من كانت يعني هتستمر إيجابية أو كان فيه أي خطأ في المسحة ولكن تبين أو تأكد صابت كابتن سيد بفيروس كورونا فطبعا هنتم الانتظار لبعد غدا إن شاء الله ويتم مسحة أخرى بإذن الله يعني في نفس اليوم اللي هيتم فيه عمل مسحة الجميع أعضاء الفريق السادة لمباراة المريخ السوداني في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى الدولة بطالة أفريقيا ونأمل إن شاء الله أن كابتن سيد يكون معافب بالنسبة كبيرة يمكن الحمد لله ما فيش أي أعراض على كابتن سيد ظهرت لكن طبعا تعرف أن مسحة كورونا بعد موجود أعراض بتبين الإصابة بالفيروس إن شاء الله يكون في المسحة اللي هتجرى بعد إن شاء الله بنتكلم على يوم الخميس قبل المباراة 48 ساعة إن شاء الله تكون مسحة سلبية وكون كابتن سيد إن شاء الله موجود في المعسكر المقبل للفريق وإن شاء الله يكون النادي الأهلي بكل أولاده سواء اللاعبين أو الجهاز الفني والإداري والطب بيكونوا موجودين إن شاء الله للمواصلة المشوار وإن شاء الله تحقيق كل طموحات ورغبات جمهوري النادي الأهلي اللي النادي الأهلي كله بيسعى لخدمتها وفرحتها في جميع المناسبات آخر سؤال يتوفيق عشان مش أطول عليك أنا عارف أنت تتحركوا بعد دقيق الأستاذ الأسكندرية حالة اللعيبة اللعيبة بتتكلم مع بعض بيقول إيه كلنا عارفين إنه يبقى أي مباراة بعد خسارة بتبقى الأجواء صعبة شوية ويبقى فيه تحدي أنك عايز تعمل نتيجة جابية عشان تعود نتيجة المطش اللي فات بسرعة الحالة دي جوة المعسكر عاملة ازاي بالنسبة للعيبة والجهاز الفن فظيل أنت موجود معاهم النهاردة من الصبح بدري ويعايش كل الأجواء جوة معسكر الفريق كامحمد دي السماء المميزة للنادي الأهلي إن المواقف دي أو زي ما بيقول الخسارة في المباراة أو التعصر المباراة يعني اللعيب النادي الأهلي بيزاله صلابة بتلاقي دايما اللعيبة بعد هذه المواقف مقربين من بعض أكتر يمكن كل اللعيبين النهاردة بيقعدين مع بعض بيتكلموا اللعيبة الكبار يمكن محمد الشيناوي رامي ربيعة كمان عالم علول بيتكلموا ويعني زي ما نحن قلنا فيش رفاهية الوقت عندك محمد حتى لو بيتتعصر في المباراة لكن أنت مطالب أنك تقدي وتحقق نتائجة بيا سواء في الدول العام أو كمان بطولة أفريقيا أنت شايف أن الأهلي بلعب سبت ثلاث سبت ثلاث ما فيش وقت أنك حتى تستريح أو ترتاح لا أنت يعني بالعناصر الموجودة مطالب أن أنت كل ماتشو كل ثلاثة يام تلعب وتكسب وتقدم نتيجة وأداء أكثر من رائع وكمان تحقق على المدى الطويل أنت عم مشوار البطولة طويل جدا ممكن نشوفنا الضغط للضغط والنادي الأهلي وأثر على مشوار البطولة في مبارات كتير أعتقد نفس الضغط هذا يتكرر يا سيدنا لكن إن شاء الله النادي الأهلي يكون قادر بجهاز الفني ولعبي أنه هم يتخطوا هذه الظروف الصعبة وهذا التوقيت يعني زي ما نقول الحارج في الموسم أنك أنت مطالب للصعود لدور الثمانية وكمان في الدوري مطالب أنك كل المنشطة تلعبها تكسبها وتحقق صلاة نقاط عشان ما يتعطلش في مشوار الدوري البطولة المفضلة لجماهيري النادي الأهلي لكن يعني اللي شفته بالضبط في المعسكر هنا أن هذه المواقف بتزيد جدا لعب النادي الأهلي صلابة بتزيدهم قوة بتزيدهم ترابط اللعبة كلها تحس يا محمد أنهم ألبهم على قلبه بعض حتى اللعبين لم يشاركوش بصفة أساسية قاعدين مع اللعبين بشدوا من أهزرهم اللعبين كلهم جاهزين وتحت أمر الجهاز الفني لمشاركة في أي وقت وأعتقد يعني زي ما أنت شفت في كتير من معسكرات النادي الأهلي دي السمة المميزة والأساسية للعب النادي الأهلي أنه كلهم على قلب رجل واحد لتحقيق حلم واحد هو رفعة النادي الأهلي ووضعه دائما في المقدمة بإذن الله زميلي العزيز محمد توفيق مفد قناة الأهلي والمتواجد مع فريق النادي الأهلي في معسكر الفريق الأسكندرية قبل مواجهة فرق ومساء اليوم الساعة 8 وسبعين ساعة مباراة ما بين محلية وإفريقية وتوقيت صعب جدا المريخ وسانداونز ما بينهم مباراة بيرامدز يعني صدارة الدوري ويتأهل لدور التمانية في دوري أبطال إفريقيا من مبارتي المريخ ثم سانداونز كل التوفيق رب للأهلي والانطلاق النهاردة مع مباراة تفرق أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونروح لتريند الأهلي ونشوف مع بعض أبرز الحاجات الموجودة من خلال صفحات السوشيال ميديا